اشتركوا في القناة الماضي من قبل عملات مرسلطان في الدار البيضاء بسبب غيابه لمدة قارب ستة اشهر عن عمله وعن تواجده هل هو متورد فعلا في مشاكل وفي ملفات مالية ام لظروف صحية فقط هل اصبح رأس محمد بودريقة مهددا في فريق رجاء البيضاوي في ضل حديث عن حراك داخلي لانتخاب رئيس جديد خلال الايام القليلة المقبلة وربما هذا الاسبوع ام انه سوف يحافظ الفريق على توازنه في انتظار رئيسه الغائب وما هو مستقبله ومصيره مع فريق او مع حزبه تجمع الوطني للأحرار ومنصبه داخل البرلمان ايسين الحسنوي الكاتب الصحفي ومدير موقع زون فانتكار معنا ليتعليق على هذا الموضوع صباح الخير ايسين صباح الخير كريم وصباح الخير مجددا مستمعي شدفا ما يناهز ستة اشهر من الغياب لمحمد بودريقة رسمين هو غائب خارج ارض الوطن نعم ماذا يتواجد تحديدا وتتضارب الاراء ومقربين منها كيقولوا لانه في الديار الاوروبية وتحديدا في الديار انجليزية انه كان ذاك الهضراء لانه مشابش يجري عملية القلب لكن المعطيات الجديدة واللي كشفها مجموعة من الاشخاص من بينهم سي عبد الراحيم الوزاني على انه شهداء يعني كيرتادي واحد البافيت في مدينة شاريقة في دولة الامارات العربية وقيل على ان احد افراد الاسرة ديالو مشا زارو تماما اذا اليوم ما بينش هو المكان الحقيقي ديالو انه كل مرة تسمعه مرة في كندا مرة في جنوب اسبانيا مرة في لندن مرة في الامارات مرة في دبي بحكم مرة في بيروت بحكم ان الزوجة ديالو من جنسية لبلانية فاليوم اعتقد الناس محمد مغلق وحده من يعرف اين يمشت طيب الاسبوع اللي فات تم اسقاطه من رئاسة مقاطعة مرسلطان نعم السبب السبب هو غيابه غياب بدون مبرر لانه اختفى المدة طويلة ولما كتب عامل عمل الفيدا مرسلطان كتابا وجهه الى مقاطعة مرسلطان التي رأسها سي محمد بضريقة توصل فيما يشبه الجواب هذا الجواب يتضمن تقارير طبية كما قال وراء الوثقة ايضا راه عندك فيها تقارير طبية وقرص مدمج انت من تتسمع هذا القرص مدمج تعتقد ان اذا فتحت اذلك القرص تلقى فيه شي حاجة التي تبرغ غياب بضريقة ما الذي وجد في هذا القرص؟ وجد في راديو ذي الرئة يعني لا علاقة له بعملية القلب حتى ان القرار الاداري الذي اصدرته المحكمة الادارية ابتدائيا في الضر البيضاء الاثنين اللي فات من قبل هذا قال ان الوثائق غير جدية ولا تحملوا سبغة قانونية وان هذه الوثائق مكتوبة بلغتين لغة انجليزية ولغة تركية فيها تخطيت في القلب فيها وحد العدد من الوثائق اللي بعدها علاقة مع عملية القلب التي تحدثت عنها يعني مسألة ان بضريقة يعاني من مشاكل في القلب واجرى عملية على القلب غير تقيقة مشكوك فيها مشكوك فيها لانه مباشرة بعد ما قال انه اجرى عملية على القلب ظهر في مقطع فيديو ليبرر غيابه وظهر متكئا على جانبه الايسر والقلب يوجده في الجانب الايسر وحسب الاطباء والخبراء لا يمكنه لمرأ انه يكون دير عملية ويتكال على الجنب الايسر الا اذا كان قلب بضريقة استثناء يوجده في الجهة اليوم طيب اه شنو المشكل عن محمد بضريقة اسمعها الكثير من المعطيات اشيكات بدون مسيط بالملاهير ملفات مالية متعددة شنو الحقيقة في كل هذا وشنو المشكل الحقيقي المتوفرة في المعطيات حول بضريقة الحقيقة هو ان محمد بضريقة غادر المغرب اسبوعا قبل اصدار مذكرة البحث شهد اخر مرة في محكمة الصناف للضربدة ما تم الاستماع اليه من طرف النيابة العامة تزامنا مع عرض المتهمين في ملف اسكوبار صحراء ومن تم اختفى مضريقة نهائيا مشاكل مالية متعددة مذكرة البحث كانت بسبب شيكات بدون الرصيد هناك حجوزات على ممتلكات لمحمد بضريقة ضمنها الفيلا الخاصة ديالوفحي كاليفورنيا الراقي وعنده مشاكل كثيرة ايضا في مجال العقار يعني في منطقة الطمارس منطقة الهرويين الى غير ذلك وهناك شكايات اخرى ايضا بالزوار هناك حديث عن زوار حتى ان مضريقة هو اليوم موضوع شكايات اخرى تتعلق بالسبب والقدف والتشهير برا صفحات في صفحات ديالفيسبوك لعدد من الناس في الراجات تعرضوا من هارو اساء سابقون ونذكر هنا على سبيل متن سي انيس محفوظه سي ساعد حسبان واحد العدد من الاشخاص اليوم محامين واعتقد ان احترنا قيب ديال الدار الميدا غير يدخل في هاد الميل فهذا لانه جوج ديال المحاميين كنتمي والهيئة تعرضوا للمسألة هذه فاسم بضريقة ايضا متار في مينف جديد وفي تلتاشر شكاية بصفحات فيسبوكية مدرجون فيها اسم محمد بضريقة ونجلي مشاكل محمد بضريقة اذا في المجمل تدرى انها مشاكل مالية غير متعلقة حتى الان بمشاكل فساد او سوء تدبير مالي عمومي او مشاكل مرتبطة بتسير لمقاطعة امر سلطان هذه المشاكل المالية ياسين الحسنوي تقول شكات بدون رصيد سمعنا انه ارقام فلكية مئتين وخمسين مليون ديال درهم مئتين وخمسين مليون ديال درهم مئتين وخمسين مليون ديال درهم لا اعتقد انه الرقم يكون صحيح فيه قليل من التدخيم ولكن كان صدر حكم في حق محمد بضريقة بسبب شك بدون رصيد لا لا شيء غير حكم جوجة الاحكام حكم سابق حكم العام الماضي يعني اربع سنوات موقوف التنفيذ شقيق والان يوجد في السجن اهم حكم باربع سنوات موقوف التنفيذ ثم هذا العام دائما الشكات بدون رصيد هذا العام ايضا سنة اخرى يعني موقوف التنفيذ وغرامة وصلات لشيئ مئتين الف درهم ايضا فيها فيها مسألة ديال واخير الشيك اللي هو موضوع هذا البحث والمشاكل كيف حال قيمته لك انت تخيل ان الموضوع لم يصل زعمال مبلغ ديال تسعين مليون هذا ادو الموتير يعني موتير في الامر واش محمد بودريق اليوم انه واش مادوش فلوس من رجال اعمال مقاوي لتطرح موابد مالية مهمة شوف بعيد على هات الشيكات صعيب انهم تكون شهدوا 8 نسي مليون كينا ملفات اخرى اللي يعني ما فيهاش غير الشيكات يعني هناك الحديث ايضا على الزوار واللصب والاحتيال مك هذي مجموض كلام حتى ما فيهاش معطيات لا المعطيات كينا ومتضررين كينا وكانوا داروا خرجات اعلامية الى غير ذلك ما مدى تفعيل واشا داروا الشيكاية ولا مدارو مش هذي حاجة طيب سياسين حسناوي كنت ذكر انك كاتب صحفي ومدير موقع الزون فانسكات وقالتين بانه هناك حجز اليوم على الفيلة السكانية الفيلة الخاصة التي يقتن ويقيم فيها محمد بودريقا شنو سبب هذا الحجز؟ سببه وقرض بقيمة مليار ومئتين مليون سنتيم يعني كان خدام الوحل مؤسسة بنكية معروفة لم يسدد لها ديولها فقامت بحجز صحفوضي على الفيلة التي تخصوها في كاليفورنيا يعني كيف نفهم؟ محمد بودريقا شاري فيلا في مدينة الداب البيضاء بمليار ومئتين مليون سنتيم أو أكثر من منطقة التي تعرف انتاج حالك؟ يعني حجم الدين اللي عنده للبنك ممكن يكون الناس في المبلغ كيف نتكرته صحيح أو غبعه أو لكن تمويله لشباء الفيلة السكانية عنده دين مع أحد الأبناء المغربية 12 مليون دمهم تخلف عن تسديد واليوم الحجز رسمي؟ الحجز رسمي رشي أربعة أشهر الآن وثلاثة أشهر وكين وثقة هذه المحافظة العقارية؟ الحجز متفعيله حتى على مستوى المحافظة العقارية؟ الوثقة صادرة على المحافظة أنا نقدر على ذلك التطالع عليها لابد الإشكال اللي كان هو أنه سيم محمد بودريقا يعني فترة من الفترات أنا نقولها بين قوسين يعني خرج عيني بزاف خاصة موقع التواصل الاجتماعي لما كان الحديث على مذكرة البحث وموضوع مذكرة البحث وكي يقول لك ما فرصيش إحنا في الموقع كمهنيين نولنا الخبر وتوجهنا إلى محمد بودريقا عبر رقمه الخارجيين وحده رقم ديال الإنجليز توجهنا ليت ووصلنا معه باش نعرفه زمال الحيتيات وطرحنا عني سؤال بما أنكم شخصية عمومية نحن بغينا توضيحات الرأي العام فماذا فعل السيم محمد بودريقا؟ هددنا بالقضاء يعني في عوض ما يجاوبنا هذا ونحن نشير زمان وموقع الموقع سابق هذا الموقع في نادي الرجاء الريادي كان نجوج رؤساء هذا الحالي والسابق سيساعد حسما وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت نحن نريد نحن ندخلنا للحبس ونحن نضرع على المعطيات التي تخص النادي هدد مازالي رقم محمد بودريقا أو رئيس ثاني؟ نحن نحن نريد وفي نفس الوقت وفي نهاية حالة وفي نهاية حالة لا يوجد عملية زراحية بل أكثر من ذلك ومشيتي إلى لندن بجدوز عن طبيب توركي هناك علامة استفهام في القرار الإداري للمحكمة الإدارية عبارة طريقة لا يوجد هذه وطائق مما عند هذه السمغة قوية سمغة معقولة أنا أتمنى وأعتقد أنه لا يمكن أن يرجع المغرب إلا تسويات وضع القضاء مستقبل فريق رجاء البيضاوي ورئاسة الفريق تبقى معلقة مع بودريق الغائب لا يمكن أن نكره أن فريق رجاء البيضاوي يبصم على موسم الستنائي وأحد الفرق من الفرق القلال في العالم لمن هذه السنة سوف نزيار في بطولنا الوطنية وفي كاس العرش وهو خلال رجاء وليفيركوزين هناك مجهودات كدار هناك مجهودات بودريقة لا يمكن أن يكون موسمة لها ويستغل هذه الفرصة لن نقول للناس خصوص الجمهور الجمهور يجب أن يبدأ في الرك من يجي صحفي ينتقيد يجب أن يبدأ في الرك ما بين رئيس كإسم ما بين نادي ككيان هناك يتطرح هذا النقاش ويجب أن يخلقه منه سراعات حدرت إلى الرك ضد هذا حدرت إلى الاخر الواضح لنتحدث عن كل طرف مسؤوليته ودمته الكاملة رئاسة الفريق سيئسين هل هناك حرك داخلي لعقد جمع عام ستناء وانتخاب رئيس جديد؟ هناك الجمود مع الأسف الجمود لقد كتبنا في تتاحية الأسبوع اللي فات كانت خلقات دزع وسط النادي هي أن الملخارطين يكون موت سيلانسيو لماذا؟ لأن الناس لديهم تخوفات من محمد بوضريقة أنا لا أفهمها لم أقادر شيئا نحن كنا نفعل الوقت أن تتكلموا لأن الرجاء برلمان متحرك والراجاء برلمان برلمان اللي فيه ديمقراطية داخلية ولا يمكن تجي الرجاء وتغمق ولكن اليوم الناس التي تقول لهم أن محمد بوضريقة هارب إلى أن يتبوت العكس لها الرجاء لا يوجد فرقة تلعب في مكينة أنت في رأيك محمد بوضريقة هارب وليس أنا في رأيي أنه هارب لماذا؟ لأنه لا سؤلت عدد من الأطباء المتخصصين في القلب أنا في مسحات مختلفة في الدار البيضاء على فترة النقاها بالنسبة لشخص أجراء عملية على القلب يقول معظمهم إن لم أقل لي يعني كلهم أنه في حالة إجراء عملية على القلب كانت جوش حالات كانت العملية البسيطة التي تتقبولك وحتى قيبة شوية وكانت العملية الكبيرة التي يفتحك من الصدر إذا كانت العادية لا تتجاوز فترة النقاها من يوم 40 ساعة وإذا كنت مفتوح كامل لا يمكن أن تتجاوز عشرة أيام فعندما توصل الستاديا الأشهر بوضريقة يوم في البرلمان سقطت عنه أمانات المجلس وتخيل شنو دار خرجت يقول في الفيسبوك أنا لم أترشح لا يوجد قانون أن تتجاوز عشرة لا يوجد في الفيسبوك سقطت من رئاسة المقاطعة ولم يكن يتوقع ذلك هل يقب بوضريقة قيادة في حزب تجمع الوطني الأحوال؟ لا 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 القانون واضح قليلا قانون الداخلي المجلس وكما القانون الـ 1413 للجماعات تغيب شهرين يرسل لك العام الاستفسار ودرت المستارة على أكبر وجه قبل أن يحل المسألة القضاء الإداري الذي يخدع المجرى وفي البرنامات لا يمكن أن يكون في الفترة يجب أن يفتحوا الانتخابات جزئية في الدائرة والجديد الذي لم يقلنا هو أنه رائد دولار هو الانتخاب الرئيس الجديد وكان مرشح واحد هو محمد تويمي بن جلون حزب الأصال والمعصارة لذلك يبقى في التحالف لا على مستوى المركزي باقي السقوط الأخير اللي ستكون ضربة الكاو والنهاية هي السقوط من هذه الرجاء وبالتالي تكون صفحة محمد بودريقة قد طويت بشكل نهائي شكرا لك ياسير الحسنوي الكاتب الصحفي ومدير موقع زون فانتكات على كل هذا المعطيات محبا بكم معنا في الماكنتو على شدائفهم صباح الخير يمحبا بكم اشتركوا في القناة